في مأرب طالب المجلس التنسيقي العام لنقابات الشركات النفطي اليمنية بإيقاف البيع المباشر من قبل مصاف عدن وشركة التكرير بمصاف مأرب لافتن إلى أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين أو لقوانين العمل المنظمة لعمل مؤسسات الدولة كما نشهد المجلس التنسيقي في مؤتمر صحفي اليوم جهاز ذات الاختصاص وقف ومنع هذه الممارسات من قبل شركات وطنية عملوها الأساس هو التكرير وفقاً لقانون الإنشاء ولا يجز لها البيع المباشر واشتمع المجلس التنسيقي العام لنقابات شركات النفطي في مأرب مطالباً الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحماية القوانين المنظمة لعمل شركات نفطية وفقاً لقوانين الإنشاء لكل شركة ورد عكافة الفاسدين الذين يسعون للعبث بالقطاع النفطي وتدميره في اليمن تم في هذا الاجتماع محور كل القضايا المتعلقة بمعالجات هذا الوضع القائم والذي ممكن يؤدي بمؤسسات الدولة إلى الانهيار الغير عادي ويضر ضرراً بالغ بالاقتصاد الوطني وهو بيع المشتقات النفطية خارق إطاء شركة النفط فالجميع المجتمعين الذي حضروا لهذه محافظة مأرب التاريخ تم لمدة يومين في هذا الاجتماع لمناقشة كل القضايا المتعلقة بهذا القانب وخرقنا في تشكيل لقان على مستوى متابعة تلك القضايا ووصول إلى حلول مرضية ما لم مستعدين للخروج إلى الساحات والميادين والإعلان الضرابات على حتة حقق مطالبنا الذي اليوم طرحناها على مستوى المكاتب أما غدا ممكن يطرحها على مستوى الميادين